مجلس الشورى ويتطلب تعديلا في الدستور في المقام الأول لتمرير التعديل المطلوب بعدها وفق المجلس على توصية اللجنة المالية والاقتصادية حول رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وعلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث تمت حالته إلى الحكومة لسياغته في هيئة مشروع بقانون الحكومة المؤقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعمل جاهدة لتنويع مصادر الدخل ولا دائما نطالب في المجلس الوطني نطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل فلما نجي نفرض على الحكومة بتحديد نسبة الثلاثين في المئة وأعطاها ثلاث سنوات لبيع مستحقاتها أي بيع سبعين في المئة في السوق هذا ما يسبب أرباك ويسبب تداعيات للاقتصاد الوطني نحن نطالب دائما الحكومة بتنويع مصادر الدخل وبإيجاد فرص عمل وعدم الاعتماد على النفط فكيف لنا نسن تشريعا نكبل يد الحكومة فيما نطالبها به مجلس الشورى اقتنع بالأسباب التي أوردتها اللجنة في عدم الموافق على هذا المقترح وتم رفض المشروع